مرحبا بكم مع أفضل أيام الدنيا نحن اليوم مع اليوم الثاني إنه أول أيام التشريق إنه اليوم الذي أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه من أيام الأكل ومن أيام الشرب أيضا وذكر الله جل وعلا كثيرا الحاج قد استقر في ميناء وقد رمى جمرة العقبة وقد حلق أو قصر وقد ذبح هديه والبعض منهم طاف أيضا طواف الإفاضة وسعى سعي الحج ثم عاد إلى ميناء هذا اليوم الذي أيها الأحباب تمتلئ قلوب الحجيج بالفرح على تمام المنة وعلى قرب الانتقال إلى الأهل في أيام العيد المبارك هو لنا يا من لم نحج لنا هو يوم العيد الثاني ولأهل المكة أهل الحج إنه اليوم الأول من أيام التشريق أيها الأحباب دلنا الحبيب صلى الله عليه وسلم على أن نجعلها أيام ذكر وأيام شكر وأن نأكل أي أننا ينبغي أن نظهر نعمة الله وأن نحدث بنعمة الله وأن نطعم من رزق الله وأن لا ينسينا الأكل والشرب عن ذكره جل وعلا أن الحبيب قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله الحاج الذي كان متمتعا وما استطاع أن يجد الهدي لا يصوم لكن لاحظ لو أن أحدا من الناس يصوم حتى أيام التشريق على الصحيح لكن نحن يا من لم نحج البيت الحرام لو أن أحدنا أراد أن يتقرب إلى الملك العلام بصيام هذه الأيام قلنا له قف إنها أيام أكل وشرب لا يجوز صيامها نفلا لا يجوز صيامها نفلا وتلاحظون أنها أيام هي أيام هي الأيام التي تأتي في الأيام البيض الأيام البيض فيها الثالث عشر والرابع عشر ومع ذلك لا تصمها لتغليب الفرح في هذا اليوم على الصيام لأن الصيام عبادة والأكل والشرب عبادة وذكر الله عبادة الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا وعاد عيدكم أعواما عديدة ورحم ربي كل مسلم ما أدرك العيد أستودعكم الله